دونك تكلمنا على البرامج الحكومية تكلمنا على البرامج اللي كتهم المواطنين اللي هي يعني الإشكالية والمشاكل اللي كنات يعني مرنا بها في هاد عشرة يام لولا دي الرمضان اللي كتهم التدخم والانفلاسيون وكذلك بأنه كانت هاد الأيام الأخيرة يعني شروحات بما يخص المواد والمنتوجات الفلاحية فهي الفلاحات تعرضت الواحدة أولا القلق للماء وتعرضت كذلك الإشكالية ديال السمونس اللي طلعت لها التامن ديالها وكذلك ديال البودويت فيتو سانيتير والازوت لتقريبا كانت ضبوا في جوج ولا في ثلاثة الأتمينة ديالهم اللي خلت أنه تكلفة طلعت ولكن رغم كل هذا كظلم أنه مع الإخوة الفلاحة الاجتماعات اللي قلنا معهم وكذلك الاتفاقية اللي كانوا خلت أنه الأتمينة رجعت الواحد للمستوى اللي هو أحسن ومناسبة كانت كذلك باش نتكلمو على يعني البرامج الحكومية اللي هي كتهم الدولة الاجتماعية فيما يخص صحة فيما يخص التعليم وفيما يخص يعني يعني الامبلوار والعشارة الدابي سيسمو إنجازات كبيرة اللي تعملت في هذا الشهور اللي داست واللي الحكومة رغم يعني الظروف اللي كتتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبات هي القلط الأمطاع والمشاكل اللي كتكون بتوحها فهي واخد الركاب ديالها باش تمشي البنامج الحكومي ديالها وتقوم به في أحسن القيام شنا بأنه الحمد لله في هذه المناسبة أنه يعني الفرق البرنامانية كلها يعني متماسكة وراء الحكومة كتدعم الحكومة بدون شرط وبأنهم تبعى يعني البرامج ومستعدين بأنه يواكبوا ويوصلوا لمساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومة الحكومة وكتعرفوا بأنه كان مشاكل اللي هي مرتاف القصة ديال الماء رأى قصة طويلة لنعود لكم عليها وسيد الوزير هنا رأى ويعرفوا هذا أكثر مني ولكن هذا إرت تقيل اللي كنحاوله في بعض في بضعة شهور أننا نلقاو له الحل لا فيما يخص تحلية ديال المياه ولا فيما يخص لتخونسفير ديال الماء ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العدل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبلة إذن دينامية كينا الحكومة موصلة لعمل ديالها بجدية الأفق باين لكريز اللي كي يبانوا اللي هما حقيقيين را كان يعني را كان علجوهم واللي هما مصطنعين را كان جاوبوا عليهم ولي كي همني أنه شفت بأنه الحمد لله وأساء الأغلبية اللي حاضرين معنا مشكورين كي يدعموا وهما ولا الفرق ديالهم ولا الأحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومة بالنجاح حتى إن شاء الله تعطي النتائج لكي تسنوا من هالمواطنين في أحسن الضغف ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس